هو اختبار طويل واختبار مدته لا تقتصر على الاربعة عشر عاما الماضية والخمسة عشر عاما الماضية منذ تركت الإسلام وعتنقت المسيحية ولكن اختبار يبدأ مع طفولتي طبعا في الحقيقة طفولتي كانت طفولة إسلامية بحتة كان لي ستة من الإخوة وأخت واحدة واختارت أسرتي أن تهبني إلى الإسلام وإلى الله وأن تكون خادم للقرآن وأن أكون دارس للقرآن وخادم للقرآن منذ الصغر وأتذكر عندما كان عمري خمس سنوات بدأ عمي وهو عالم العلماء الأزهر أيضا في مساعدتي في حفظ القرآن وأتممت حفظ القرآن بالكامل عندما بلغت الثانية عشر ثم دخلت وعندما بلغت السادسة دخلت تحفيظ الكتاب ثم دخلت المدرسة الابتدائية الأزهرية ثم الإعدادية الأزهرية ثم المعهد السانوي الأزهري ثم نهاية بجامعة الأزهر وبالتحديد في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بالقاهرة وهناك تخصصت في دراسة التاريخ والحضارة الإسلامية حياة طويلة كنت مدرس بجامعة الأزهر؟ نعم عندما أنهيت دراستي للماجستير عينت مدرسا مساعدا وعندما أنهيت دراستي للدكتوراه وكانت في تاريخ الدولة الأموية عينت مدرسا في قسم التاريخ والحضارة الإسلامية وكيف كنت كمسلم متديم؟ طبعا بصفتك مدرس في الأزهر كم قضيت في التدريس في الأزهر أولا؟ قضيت ست سنوات مدرسا في الجامعة جامعة الأزهر وفي خلال هذه الست سنوات أعارتني جامعة الأزهر إلى عدد من الجامعات العربية والإسلامية في الشرق الأوسط منها الجامعة طرابلس في ليبيا منها جامعة صنعاء في اليمن منها الجامعة المستنصرية في بغداد في العراق ست سنوات كمدرس الذي جذبني نحو الإيمان المسيحي هو الشخص المسيح وليس كم عدد الكتب الموجودة في الإنجيل أو الكتاب المقدس عندما أعطي لي الكتاب المقدس ذات مساء من طبيبة صيدلانية مصرية وفتحت هذا الكتاب المقدس وبدأت أقرأ فيه لأول مرة وجدتني أقرأ في كتاب متى الرسول في الإصحاح الخامس وتأثرت كثيرا في خلال هذه الليلة بكل ما قرأته قرأت إنجيل متى وإنجيل مرقص وإنجيل لوقة ووصلت إلى إنجيل يوحنى عندما وصلت إلى إنجيل يوحنى في الإصحاح السامن في تلك الفترة كانت هناك التساؤلات تراود عقلي بالنسبة لهذه المورثات البنوية بنوية المسيح كيف يكون ابن الله كيف الله يتجسد في صورة بشر وصورة إنسان ولكن لما وجدت ليوحنى الإصحاح السامن انزعجت كثيرا لأن وجدت قصة بيسوق هذا الإصحاح يقول إن اليهود يعرفون شريعة موسى تماما أمسكوا بإمرأة أمسكت في زنة ارتكبت جريمة الزنة وجاءوا بها للمسيح وقالوا له يا سيد نحن نعرف بماذا أوصى موسى موسى آل يعني أي امرأة ترتكب جريمة الزنة ترجم حتى الموت فالمسيح نظر إليهم وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها أولا بحجر فليرميها أولا بحجر فطبعا لم يجدوا إجابة لم يأتفوهوا بكلمة واحدة تركوا المرأة أمام المسيح وانصرفوا مسرعين وجاء المسيح للمرأة توجه إليها وقال لها يا امرأة أين هم الذين أدانوكي قالت لا واحد يا سيد قال لها اذهبي ولا تخطئي بعد لا أدينك أنا لا أدينك اذهبي ولا تخطئي بعد هذه المرأة أعلن التوبة في حضور المسيح غفرت قبلت توبتها وغفر زنبها وأطلقت حرة في هذه الليلة أخ مسلم عقلي كان يعمل زي الكمبيوتر الهارد درايف كمبيوتر أخذني على حياة النبي محمد عندما جاء المسلمون بالمرأة العامرية المرأة التي أمسكت في جريمة زنة وجاءوا بها إلى النبي محمد وقالوا له يا رسول الله هذه المرأة زنت جاء الرسول وقال لها يمرأة أحقا زنيتي قالت له نعم يا رسول الله وأنا الآن حبلة قال لها اذهبي إلى بيتك حتى تضعي طفلك ثم ارضعيه عامين ثم ائتي به بعد ذلك وضعت طفلها انتظرت عامين لغاية ما رضعت ابنها وفطمت ابنها وجاءت بطفلها ويقول المؤرخين العلماء المسلمون انها قررت ان تعطي لقمة من الخبز في يد الطفل حتى عندما يراه النبي محمد يأكل خبزا يتأكد ان الطفل قد فطم اخذ منها الطفل وامر الصحابة ان يحفروا لها حفرة في المدينة واقاموا عليها الحد ورجموها حتى ماتت جسدها كله كان في داخل الحفرة ورأسها فقط كانت تظهر فوق الارض وقطرات من دمها تناثرت على سياب احد الصحابة فلعنها فانتهره النبي محمد وقال له لا انها تاب التوبة قد وسعتها السماء والارض انا هنا سألت نفسي اخ مسلم في هذه الليلة لو انا كنت الطفل هذا ورأيت امي تقتل ودماءها تتناثر على سياب احد الصحابة ثم يقوم بلعنها لو جاء احد وسألني عن هذا النبي اهو حقا رسول الله انا كطفل ماذا ستكون اجابتي هل سأسني على عمله انه قتل امي انه قرر ان يعيش يتيما ماذا الحياة لن اجد اجابة الا انه انا اعرف انه داك الرجل الذي قتل امي ولم يرحم طفولتي